بدوره قال رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو إن مقتل النساء والأطفال في لبنان يبعث على قلق شديد كما دعا إسرائيل وحزب الله إلى خفض التصعيد فيما بينهما وحماية أرواح المدنيين ردود فعل دولي وسع إزاء التصعيد الإسرائيلي في الشرق الأوسط والذي اتخذ منحا كبيرا خصوصا على الجبهة اللبنانية الوضع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية والغارات الإسرائيلية غير المسبوقة على مناطق عدة من لبنان قُبلت بدعوات دولية لضبط النفس ووقف التصعيد فرنسا وعلى لسان وزير خارجيتها جان نويل بارو دعت إلى عقد اجتماع طارق لمجلس الأمن الدولي لبحث الوضع في لبنان وأشرت إلى أن الغارات الإسرائيلية التي تسببت في سقوط مئات الضحايا من المدنيين بما في ذلك عشرات الأطفال يجب أن تتوقف أوروبيا أيضا حذر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبية جوزيب بوريل من أن النزاع المستعر بين إسرائيل وحزب الله اللبناني يهدد بإغراق الشرق الأوسط برمته في حرب شاملة وقال بوريل إن الشرق الأوسط على شفى حرب شاملة مجددا الدعوة إلى وقف إطلاق النار على طول الخط الأزرق الفاصل بين إسرائيل ولبنان على صعيد ردود الفعل الدولية أيضا حذرت دول مجموعة السبع خلال اجتماع عقدة في نيويورك من أنه ما من بلد سيربح من مزيد من التصعيد في الشرق الأوسط وقال وزراء خارجية الدول المجموعة في بيان إن الأفعال وردود الأفعال المضادة من شأنها أن تؤدي إلى تضخيم هذه الدوامة الخطيرة من العنف وجر الشرق الأوسط بأكمله إلى صراع إقليمية أوسع نطاقا مع واقب لا يمكن تصورها من جانبها نددت الصين عبر وزير خارجيتها وانجي بالهجمات العشوائية الإسرائيلية التي استهدفت المدنيين في لبنان وشددت على أن القوة المسلحة قد لا تؤدي إلا إلى تقويض السلام وأشرت إلى أن مواجهة العنف بالعنف لن تحل المشاكل في الشرق الأوسط ولن تؤدي إلا إلى كارثة إنسانية أعظم وفيما تتوالى ردود الفعل الدولية ذكر مسؤولون أمريكيون أن الإدارة الأمريكية بصدد تقديم أفكار ملموسة وذلك خلال اجتماعات الأمم المتحدة هذا الأسبوع لاحتواء الأزمة في لبنان وبرغم عدم وجود أي تسريبات حول المقترحات الأمريكية المرتقبة لخفض التوتر إلا أن هناك شكوكا كبيرة في نجاح هذه الجهود في ظل الدعم السياسي غير المسبوق من جانب واشنطن لإسرائيل